السلام عليكم بسم الله نبدأ اولى محاضرات الماكس ان شاء الله هنبدأ مع بعض اولى محاضرات الماكس المفترض بعد تهيئتك وتركيب الماكس على جهازك اول مرة تفتحها هتجد ان هو بالشكل او بالتركيبة اللي قدامك دي قد تختلف بعض الشيء من جهاز الى اخر ولكن اللي انا هتكلم فيه المفترض ان يكون متواجد في كل الاجهزة بلا اساس نقي اول حاجة هتقابلها اول ما تفتح ماكس هتلاقي حاجة اسمها الولكم سكرين دي شاشة ترحيبية بيبدأ ان ماكس يعرفك على بعض حاجات فيه يعني بعض او بيبدأ يقول لك بعض معلومات عنه السكرين التانية بيدي لك شكل الانترفيس اللي هنتكلم عنه حالا تفاصيله ايه مكونات وايه عشان تعرف تتعامل معها بشكل مبسط اه هتجد ان هو يبدأ يقول لك استخدامات الماوس بتاعتك ايه اه الاست لايبري ودي من الاضافات في الاصدارات الجديدة اه واللي استبدلت بما يسمى الاست اه تراكينج اللي كان موجود اه في الاصدارات القديمة اه هو الاحدث اه هتجد هنا الانتر اكتف اه معمريا او في مجال الديكور ما بنشتغلش كتير بالانتر اكتف ان كان في مجال ممكن نتكلم عنه او ناخد بعض المعلومات عنه ولكن بشكل اساسي الانتر اكتف غير موجه بشكل كبير معمريا او في مجال الديكور او مجالات التصميم الداخلي اه هنا يبدأ يدي لك بعض وشوية كده او بعض معلومات اه في الاولانية تقدر تغير اه لغة معظمنا غالبا بيشتغل على الانجلش لان ماكس ما فيش فيه اه وجهة لغة عربية ما فيه مش متواجد فيه فاكتر لغة مناسبة لنا كلنا هي الانجلش اه انا الحقيقة مش محتاجة انه هنشوف دي كل مرة اقدر انه هقفلها من هنا كده اهو لو حبيت رجحها لاي سبب ما هتلاقيها موجودة في هلب هنا اهو هتلاقي تقدر انك انت تشيك على دي عشان تفتح لك كل مرة بس انا شخصيا مش هفتحها داني يعني هي هتلاقيها يعني في المحاضرات القادمة مش هتلاقيها موجودة فانا هشيل الشو وهشيل اه المفروض بعد ما تشيل او تقفلها هتجد الماكس بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده خلينا نتكلم سريعا كده عن تكوين وجهة عبارة عليه علشان تقدر تعم مع برنامج لازم تقدر تعرف مكونات الوجهة او ما يطلق عليه او اليوزر انترفيس او وجهة المستخدم باللغة العربية علشان تعرف تعم معه بشكل مبسط كده خلينا نقول ان اول جزء ده ده وانت سجلت حساب على موقع بفروض ان اللي قدامك ده هو اليوزر بتاعك اللي انت سجلت به فأفضل انك انت تعمل الجزء اللي بعده وده المهتم بيه في الاصدارات الحديثة حاجة اسمها او آآ بيئة العمل ودي اللي من خلالها تقدر تعمل بيئة عمل توظف وترتب وتعيد تنظيم وجهة ماكس واختصاراته والوانه كل ما يخص الوجهة علشان تنظمها بالشكل المناسب ليك بالشكل اللي يساعدك في عملك لاني تبقى واخد في اعتباراتك ان الماكس هو في النهاية ما هو الا اداة ما هو الا اداة وظيفتها انها تعمل ازهار لشغلك فكلما كنت بتوصل لمكونات ادواتك بشكل اسرع وبشكل افضل كلما زادت انتاجيتك او زادت مهرتك داخل البرنامج فحاول انك انت تغير او ترتب البرنامج بالشكل اللي يخليك انت تشتغل بشكل اسرع وبشكل افضل دي حاجة عم ما قد تختلف من مستخدم الى اخر او من اا اا دارس الى اخر انت بترتب الوجهة بالشكل المناسب ليك طيب هارجع عن موضوعي تاني اا الجزء الاهم عندنا هو المينيو بار او اا شريط القوائم وده تقريبا كل حاجة تخص البرنامج موجودة فيه الجزء اللي تحته والمين مينيو بار او شريط الادوات الرئيسية اللي فيه اهم الادوات اللي بتستخدم داخل ماكس الادوات اللي موجودة في شريط الادوات الرئيسية هي ادوات لا غنى عنها تسعة وتسعين في المية منها هنشتغل عليها ونتكلم عنها وكل التخصصات بلاسس نائي بتتكلم عنها او بتشتغل بها الشريط اللي بعده مباشرة ده شريط مستحدث وحل مشاكل كانت موجودة او استبدل بخصائص كانت موجودة في الازدارات اللي بعد كده من اهميته او اهتمام اوتو ديسك بيه عملت له شريط كامل خاص بيه وحطته من المميزات الجديدة بتاعته هو حاجة اسمها او شريط المشروع في كل ما يخص ازاي تنشئ مشروع جديد وده هنتكلم برضو عنه بالتفصيل الجزء اللي تحته هو الريبون وده يعتبر اسلوب مستحدث في كل البرامج سواء برامج او جير اسلوب هو من من اول الشركات اللي اتبعته وهي شركة مايكروسوفت في الويندوز بتاعها فالريبون ما هو الا تبات او مساحات بتعمل تجميع او بتوظف تجميعات من الاوامر عشان تساعدك الوصول لتخصص معين الجزء اللي علمين هو تقريبا اكتر جزئية هتشتغل عليها داخل البرنامج فيها كل ما يخص البرنامج فيها كل عناصر اللي انت هتنشئها فيها كل الادوات التعديل اللي انت هتعدل على العناصر من خلالها فيها كل عناصر مساعدة فيها الكاميرات فيها الاضاءات فيها العناصر فيها او الاضافات اللي موجودة داخل البرنامج فيها اساليب العرض داخل البرنامج فيها تقريبا كل حاجة وان شاء الله هنتكلم عن موظمة تفصيليا الجزء الاكبر والمحتل المساحة الاكبر من البرنامج هو او مساقط الرؤية. ومساقط الرؤية هي الجزء الوحيد الغير قابل للاخفاء. يعني لازم تشتغل عليه. لاني مساقط الرؤية ده انا شخصيا بسميه المكتب بتاعي. مساقط الرؤية بالنسبالك هو لوحة العمل اللي بترسم عليها. مساقط الرؤية بالنسبالي هو مساحة العمل اللي بشتغل فيها. فمساقط الرؤية من الاجزاء المهمة جدا في البرنامج وهنجد برنامج سري دي ماكس من البرامج اللي مباشرة بتعبر عن آآ تخصصها وشخصيتها بشكل مباشر ان هي بتقول لك ان انا برنامج سلاسي الابعاد عريض لك تلات مساقط رئيسية بيحتوي كل عنصر من الاتجاهات التلاتة الرئيسيين زائد مساقط الرؤية سلاسي الابعاد الجزء اللي على الشمال بعد مساقط الرؤية ده اسمه او متصفح المشهد او المشروع الجزء اللي بعده حاجة اسمها قدامك دي تنظيمهم بالشكل ده اسمه فالماكسي بيوفر لك اكتر من اكتر من تنظيم تقدر تغير الشكل ده ليه عشان زي ما قلنا من شوية ان مساقط الرؤية هي بالنسبة لك المكتب اللي انت بتشتغل عليه فقد تجد مستخدم التنظيم القدام وده مش مناسب لي محتاجوا بتنظيم تاني فاذا حطولي اه اه اتناشر اهم قدامي اقدر ان انا ابدل ما بينهم واي اقدر ان انا اضيف كمان او اقدر ان انا اعمل مختلف عن الاتناشر دول ده بالنسبة لجزئية بتاعة الجزئية اللي تحتيها مباشرة ده حاجة اسمها وده يخص ونتعرض له في جزء ما يخص شغلنا الجزء اللي تحته هو اللغة البرمجية او بتاع البرنامج ازاي تكلم البرنامج برمجيا ممكن برضو نتعرض له بعض الاجزاء الجزء اللي بعده ده حاجة اسمها دي خلينا نقول ان هو المكان اللي البرنامج بيكلمك من خلاله المكان اللي البرنامج بيتناقش وبيتحاول معك فيه يعني يقول لك يبدأ يدي لك بعض النوتس ويدي لك بعض الهينتس او بدي لك بعض المراحزات انك انت تقدر تعمل ايه او لو انت ماسك عنصر وممكن تعمل من خلاله ايه فده دايما الماكس بيكلمك من الجزئية دي الجزئية اللي بعده دي دي خاصة او عزل العناصر الجزئية دي خاصة بالاحداثيات داخل البرنامج دي الجزء ده هو خاص بالانيميشن او عناصر التحكم في وتسجيله وتشغيله كل ما يخص والفلترز بتاعته الجزء الاخير ده اسمه دي ادوات اللي انا من خلالها بتحرك جوه البرنامج ده بشكل عام تركيبة البرنامج اا مكوناته عامل ايه؟ اليو اي بتاعه او الانترفيس بتاعه عامل ايه؟ يبقى ازا لما تسمع كلمة دي اختصار او وجهة المستخدم اا ما تشغلش دماغك كتير بترجمة المصطلحات من لغة انجليزية الى لغة عربية في بعض المصطلحات او خلينا نقول اكسر المصطلحات احنا يهمنا نعرف الوظيفة بتاعتها ما يهمناش نعرف الترجمة بتاعتها ايه؟ لان ما تعدش تشغل دماغك هو يعني ايه؟ هو اا الجزئية دي يعني لا ما تشغلش معك بالقصة دي خالص اشغل دماغك انك تعرف الوظيفة بتاع الجزئية دي ايه؟ ده اللي هيساعدك في التعامل على البرنامج دي كانت اول جزئية في اا محاضرتنا اا افتح البرنامج وبص على الاجزاء اللي موجودة فيه يعني انت دلوقتي مباشرة بعد كل جزئية المفروض انك انت توقف المحاضرة وتبدأ تطبق الجزئية دي على البرنامج يعني تبدأ تشوف ايه اللي انا قلته ايه اللي انا شرحته وتبدأ تتحرك في البرنامج وتطبق يعني ما ينفعش انك انت تقعد تسمع كل الشرح وانت ما طبقتش لا اسمع جزئية جزئية اسمعها بتركيز اا لو لديك ملاحظات اكتبها في المفكرة عندك او في وابدأ تطبق مباشرة على البرنامج علشان في نهاية المحاضرة تبقى لميت بكل المادة العلمية الخاصة بالمحاضرة